ومن دعائه عليه السلام إذا مرضى أو نزل به كرب أو بلية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك وأي الوقتين أولى بالحمد لك أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك ونشطني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك أموقت العلة التي محصتني بها والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل به على ظهري من الخطيئات وتطهيرا لمن غمست فيه من السيئات وتنبيها لتناول التوبة وتذكيرا لمحو الحوبة بقديم النعمة وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكلفته بل إفضالا منك علي وإحسانا من صنيعك إلي اللهم فصل على محمد وآله وحبيب إلي ما رضيت لي ويسر لي ما أحللت بي وطهرني من دنس ما أسلفت وامح عني شر ما قدمت وأوجدني حلاوة العافية وأذقني برد السلامة واجعل مخرجي عن علتي إلى عفويك ومتحولي عن صرعتي إلى تجاوزيك وخلاصي من كربي إلى روحيك وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجيك إنك المتفضل بالإحسان المتطول بالامتنان الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين